الانتخابات هي تجربة حتكون علينا جديدة جدا الانتخابات معناها الحقيقي وعلشان كده في مخاوف كتيرة جدا برضو من تجاربنا المريرة مع الانتخابات اللي كانت قبل كده وخصوصا فكرة التزوير وفكرة مصداقية وشفافية الصراديقة الانتخابية وصوتنا ده فعلا بيروح في الآخر ولا لأ وعشان كده في مشروع مهم جدا ومقترح كمان مهم جدا هنتكلم عنه دلوقتي بكل تفاصيله وهو اسمه المجمعات الانتخابية العلنية هنعرف اكتر عن هذا المشروع من خلال دفنة النهاردة وهو الاستاذ كريم الشازلي وهو مهندس معماري وايضا عضو في مشروع المجمعات الانتخابية العلنية صباح الخير سبعا مهود اخبرك ايه الحمد لله رميان ايه الحكاية اه الحكاية ان احنا كان عندنا الانتخابات بالطرية التقليدية فيها تلات نقط غموض تمام اول مرحلة هي مرحلة وجود السندق الانتخابية في اللجان اللي هي المتفرقة الكتير كده احنا كنا عايزين اشخاص وثيقة عالية جدا في كل لجنة من اللجان عشان يحافظوا على صوتي بعد الممشي من اللجنة تمام ثاني مرحلة مرحلة الفرز مرحلة نقل السندق من مكان لمكان وهنا برضو محتاجين اشخاص وثيقة عالية جدا ينقلوا الايه سندق من مكان لمكان وتالت مرحلة مرحلة الفرز اللي برضو مكانش بيتم قدام عالينا بكل ايه شرفية اه يعني فيه تلات مراحل فيه تلات نقط فيه تلات مراحل فيهم غموض في وقت احنا محتاجين فيه انتخابات مش مجرد نزيهة بس احنا محتاجين انتخابات نزيهة جدا شفافة جدا وتحترم ازمة ثقة الموجودة بالفعل بين المواطن وبين اي مسؤول تمام عشان كده فكرنا في مشروع اسمه المجمعات الانتخابية العلنية عشان كل شيء يتم قدام عين الناخب من البداية للنهاية المشروع ده وتعباره عن مجرد فكرة او مقترح ولا حيتي تنفيذه وعرضوه على مين هو لغاية دلوقتي فكرة او مقترح احنا بنقدمه بحيس القوة سياسية يعني يكون فيه زخم شعبي عليه ويكون فيه ناس تحتويه يعني من القوة سياسية يعني انتو عرضوه على مبدئيا مش عرضوش على لجنة العليا او على احنا اه بعض الاحزاب وقوة سياسية بدأ الحمدلله انترست بي جدا وعملنا بينا دواتنا دوا في السياة الاقتصاد وغيره كان الكلام كان جميل يعني الحمدلله اهلا قبل ما نتكلم على الوقت وعلى تنفيذ هذا المشروع وازا كنا حاندينا قصا يعني مجال ده ونلقف في ظل ان خلاص انت خدرتك تمام هو احنا بس هكذا ما اقول نشرح المشروع الاول براح كده عشان المشاهدين يعرفوه بكنا نتكلم بقى على التفاصيل انا بس قبل ما ندخل في المشروع انا عايز اقول برضو انا قلت الوقتي لطريقة التقليدية وكان فيها ثلاث مراحل دي تاني حاجة طريقة التصويت الالكتروني وبردو اللي هو هيبدأ دلوقتي ممكن يبقى فيه كلام عليها عشان الناخبين اللي فارج مصر تمام ودي فيها ثلاث مشكلات المشكلة الاولى الادمن اللي هي الشركة المصنعة للسوفتوير دي نفسها تمام ودي اكتر شركة ممكن تبقى بتقدر تتحكم جوا في تغيير معادلة او تغيير نتائج او اي ان كان تمام التاني حاجة الهاكرز اللي ممكن يدفع لهم بالمليارات و بالملايين عشان يقدروا يختارقوا سيستم زي ده ويقدروا يغيروا في النتائج تالت حاجة نحنا نبقى محتاجين عرض حالجي الكتروني عشان يملى للناس بياناتها وكده الموضوع السرية بتاعت الانتخاب السري المباشر كلمة السري دلوقتي ما بقتش موجودة لان فيه ناس هيملوا لايه اللي ما بيعفوشش يستخدموا الانترنت هيملوا لهم بياناتهم وكده برضه ممكن هيمدأ هل هو هيغير لهم هل هل مش هغير لهم هيملي عليهم رأيه ولا ايه الحكاية ما نعرفش تمام تلات نقاط فيهم بنحط الثقة في شركة مصنعة او ان احنا متأكدين ان احنا في شركة سيكوريتي اقوى من الهاكرز او شركة سيكوريتي نفسها هي اللي هتكون مش هتخنى ابدا وكده في وقت احنا اسسان موسقين فيه في القضاء بالعافية بسرعة يعني يعني هو صبعا القضاء المصر الناس بتسق فيه ثقة كويسة مفاش كلام ولكن احنا انا بتكلم بلسان مواطن عادي في الشارع او مش قادر يسق في اي حاجة بعد كل شافه بعد كل الضغوط اللي تمت على كل المسؤولين ايان كانت عشنا يعني عشنا عانينا كتير فانت طبيعي وده حقنا يعني طيب اشرح لنا بقى او سادة مشاهدين ايه الموضوع الموضوع هيمشي ازاي المجمعات الانتخابية العلنية هي مشروع تهدف الى تجميع الليجان الانتخابية فيه ساحات وذلك يكسبنا ايه العديد من المميزات تمام الليجان الانتخابية تكون في الساحات اه يعني مثلا هيكون لكل دايرة اسم بدل مجموعة من المدارس بيتم فيها الانتخابات هيكون بنجمع الليجان الانتخابية اللي موجودة في المدارس دي كلها في ساحة واحدة كمام؟ واحنا مطلعين فين الساحات اللي دينفع فيها الكلام ده والي اه اه على مست simplify اه تمام اه Abu يعني بدلا ما يبقى فيه في مدرسة فلان هيك فيه الساحة كزا لكل دايرة اسم مش دايرة انتخابية اديك مسال أنا هجيلك بس تعالى نشوف مع بعض الأول خطوة خطوة ونوصل في الآخر لمثال حقيقي تمام ده الشكل مبدئيا طيب أنا عايز أقول بس إيه المجامعات الانتخابية العلنية هي طريقة للنظيم الانتخابات تقطع احتمالات تزوير من جدورها لها دور كبير في إحباط الكتير من المشكلات المتوقعة أثناء العملية الانتخابية وبعد العملية الانتخابية وبإذن الله يكون لها تأثير كبير في سرعة استقرار الأوضاع في بلدنا وتتمايز عن غيرها بإحترام عقول الناخبين بالشفافية التامة تمام؟ وإحنا بكل ثقة بنقول إن المجامعات الانتخابية العلنية تحقق أقصى درجة لنزاية الانتخابات في العالم إحنا هوسقين تماما في المشروع يعني اللي إحنا مش قدير ننصق فيه إنه ممكن هل هيتنفذ ومش يتنفذ بس الثقة في المشروع نفسه ما فيهاش كلام يعني إحنا بنعب مشروع متكامل عبارة عن تصميمات وأحصائيات بالأرقام بتبين إن إزاي تتم الانتخابات المصرية بطريقة علنية قدام عيون كل الناس وإزاي بنفرض حاجة اسمها الرقابة الذاتية المركبة وإن إزاي إن دي أفضل بكتير من الاستعانة بالرقابة الدولية تمام؟ وإن كيفة تنظم العملية الانتخابية بطريقة تحجع لكل مسؤول في العملية الانتخابية رقيب على الآخر وبإشراف من الشعب نفسه من البداية إلى النهاية وهم جدا بقى إزاي لا تغيب ورقة الترشيح عن عيون الناخبين حتى ظهور النتيجة تمام تمام أهداف المشروع الأول هو القضاء التام إحنا زي ما شفنا كده الفكر بس عاملة إزاي وإن إزاي في مجموعة من اللجان في الصحية تمام؟ وهذه عائلة همنا يعني شوية إحنا فهمنا أهداف المشروع بشكل أو بآخر بس أنا عايز على شكل الموضوع أنا أسمعيش أنا كان بس في حتة مهمة شوية أهداف المشروع مش مجرد بس أول حاجة اللي هو القضاء التام على إحت إمال للخيانة أو التزوير بس مش هو ده الحاجة الوحيدة تمام؟ الأثنين الحد من التعون والاعترضات والإنسياق ووراء الفتن والشائعات المتوقعة بعد الإنتهاء من العملاء الانتخابية تمام؟ لأ إحنا متوقعين دلوقتي هيحصل حاجة من الاتنين تمام؟ حتى لو إنتخابات أول حاجة هل هيحصل تزوير فعلا؟ تمام؟ ولو حصل تزوير كيذي الشعب هينقسم جزئين تمام؟ جزء منه بيشتري الاستقرار ولو بتمن الحرية وجزء بيشتري الحرية ولو بتمن الاستقرار تمام؟ ده عشان الناس ما شافتش بالعنيها تمام؟ ثاني حاجة لو الانتخابات تمت فعلا بنزاهة هتقوم برضو فئة معينة من الناس هتدعو للفتنة هتدعو ان في فعلا حصل تدوير في اللجنة الفلانية وكان لا دا امريكا هي اللي كانت عايزة فلان يمسك لا دا اصل مسؤولين كانوا هم عايزين فلان من الاول هيبدأ ايه في شائعات وجدر احنا بنقطع حاجة زي كده لو كل شيء تم قدام عين الناس من البداية للنهاية هنقطع حاجة زي كده دا ثاني هدف ماشي؟ الثالث هدف اللي هو القضاء على طريقة التفكير المعتمد على نظرية المؤامرة الليها عاشت فينا سنين طويلة لو فعلا حصل حاجة زي كده قدام عين الناس هنبدأ نبقى الفترة الجاية مبنية على الانتماء التام لان احنا عرفنا فعلا ان احنا حققنا حاجة قدام عينها متأكدين من المسؤولين وهقدر نصبر عليهم ومهكز تمام؟ وبعدين الاهم فيها ان هو يمتلك الشعب نفسه آلية تضمن نزاهة الانتخابات تمام؟ يعني حتى لان متوقع ان الانتخابات اللي جاي دي مع الجهل السياسي اللي عند الناس اللي هو عند مؤظمة تمام؟ هنبدأ مش هيكون فيه مثلا هيبقى صعب علينا التمييز بين مين اللي يستحق المنصب ومين اللي ما يستحقش تمام؟ وبعد بقى ما نكتشف ان في الاخر فيه فلان هو اللي كان يستحق المنصب أو فلان لا عايزين نغير هيبقى دي ميزا هليبقى في ايدينا آلية احنا ضمنين بها بنفسنا ان احنا بنضمن بها نزاهة الانتخابات لا تعتمد على الجهات المنفذة كجهات حافظة للامانة لكن كجهات منظمة فقط بالزبط يعني ما هيش اللي نومها في كل حاجة وتبقى هي كمان هي اللي تحفظ وتنظم وت اه لا احنا مش عايزين اه يعني مش عايزين حاجة يعني او حافظة على الامانة حافظة عليها في اديك قدام عناية مش في اديك هيه تمام؟ اه واخرى ابعاد استراتيجية هنقولها بعد كده تمام؟ ودي من وجهة اه نظر فريق العمل ان ديته عد من اولى خطوات تحيي مبدأ قيادة الشعوب للبلغت تمام؟ تمام؟ بس يعني نسق في القضاء ككيان بس مش مطلوب من ان هنا نسق في كل قاضي على حيدة بالنسبة مية في المية تمام؟ ده بس دي دي بس المبدأ اه ايضا يا ان الرقابة ذاتية المركابة بتسمح لو اللجنة العليا بتراقب عن لجانة الفراعية واللجان الفراعية بتراقب عن الشعب فزايرة الشعب نفسه يرائب على اللجنة العلية. تمام? وزايرة اللجنة العلية لو بترائب على كل قاضي في كل لجنة فرعية. فزاية كل قاضي في اللجنة فرعية يقدر هو كمان يلا وتابع كل حاجة بتحصل في اللجنة العلية للانتخابات. تمام? الجديد اللي يحن بنقدمه في المجمعات الانتخابة العلانية هوا اول حاجة فكرة العلانية نفسها. دي اول حاجة بنقدمها دين دي كديدة خلاص��의 مفاقش يكون فيه تصليب اعلامي دائم او تغطية اعلامية دائمة على كل لجنة من اللجان اللي هم العشرة تالف لجنة اللي موجودين دول. تمام? مما احنا عندنا هيوصل في الاخر العدد اللجان اللي شغلا في نفس الوقت حوالي تلتمية لجنة او حاجة كده. كده ينفع يكون فيه تغطية اعلامية دائمة عليهم. تمام? تاني حاجة طريقة الفرز الجديدة اللي احنا بنقدمها طريقة فرز الانشطاري متعدد المراحل العلني. تمام? ودي احنا بنقول ان هي اسرع من طريقة الفرز العادية ونسبة الخطأ فيها لا تتعدى واحد في الالف. تمام? دا جريد ان هي علانية. تاني حاجة تالت حاجة تنظيم كشفات الناخبين بتواريخ الميلاد. لو جمعنا اللي جانا انتخابية في ساحات هيقدر ننظم كشفات الناخبين بتواريخ الميلاد مش بالاحياء السكنية والحروف الابجادية. وده ليه مميزات كبيرة جدا يعلمها القضاء بالزيد. تمام? بعد كده فرض الرقابة ذاتية المركبة اللي احنا قلنا عليها اللي هو على كل رقيب رقيب مفيش حد ليه سقف. بعد كده بالنسبة لمرشحين الرئاسة ان ازاي نستغل وقت التصويت على على البرلمان. ان احنا نجمع تلاتين الف توقيع لمرشح الرئاسة بدون اعتماد تام على الشهر العقوري. تمام? تمام. خلاص الفكرة السياحية في المجمعات الانتخابية هي تجميع اللي كان الانتخابية في ساحات زي ما احنا قلنا. تمام? ده هيكسبنا بعض الحاجات. زي ما قلنا كده التغطير الاعلامية الدائمة. تمام? لان زي ما قلنا لو عاد عندنا. تكسيف الاشراف من القضاء في نفس الساحة ده بيدينا نزاهها اعلى. مستحيل حد يدخل الساحة بصندوق ويحاول يغرر قدام عيون الناس اللي موجودة دي كلها. تمام? يعني يجيب انت شو حاليك شفت اللي جاني الانتخابية اللي موجودة في الساحة شكلها عمل ازاي? فمستحيل بس عايز الانتخابية تشوفها تاني الحقيقة. يعني انا عايز ارجع تاني انا اهم معدش يعني انا اعتقد يعني انا متلقي دلوقتي. انا متلقي انا مهمني اوي اللي هي الشكل بالراحة كده. شكل اللي جنة دي ايه الاختلاف بينه وبين اللي جان. طيب نرجع هاو نرجع تاني. الساحة دي. ماشي هرجع هاو. ايه فكرتها? تمام تمام. ايه هم دول الصور بالنسبان ده احنا نعم. دي اه دي مسلا ده. اه مسلا مش هنقول الساحات دي عبارة عن اي. اه هيو كانت جاي في الكلام افكا بس. ماشي فشكل. الساحات دي عبارة عن اي ملعب كرة قدم او استاد او ساحات كبيرة بمساحة ملعب كرة القدم بوجه عام. تمام. تمام? سواء كانت خاصة او تابعة لحكومة. هي. تمام? بيترتب فيها اللي جنة الانتخابية عبارة عن مثلا حوالي خمستاشر لجنة في كل مصار وفيه حوالي ست مصارات. المصار ده زي ما احنا شايفين مثلا من سنة الف تسعمائة تلاتة من سنة الف تسعمائة تلاتة وتسعين ده عشر سيمين في مصار مثلا وهكذا. هنشرح كل الكلام ده ايه بالزبط؟ اللي هي بتوريخ الميلاد زي ما بتوريخ الميلاد اه تمام? هاي. اه دي منظر اللي جان داخل المصار مثلا ده مسلا من تاريخ واحد واحد الف تسعمائة وتمانين الى تلاتين أربع الف تسعمائة وتمانين وهكذا. تمام. هنا دي ده ده القاضي وهنا طلبة متطوعين. تلاتة طلبة متطوعين وهنا موظف. انا كل الكلام ده كان جاي وهنا هوت فيه سترتين الناخب بايه بيوقع وراء. خلينا نروح للاسلاد اللي احنا كنا عليها دلوقتي؟ نعم. ونيجي للحاجات دي واحدة واحدة. اوكي. طيب احنا قلنا من المميزات دلوقتي ان مستحيل شخص يدخل الساحة ومعه صندوق يغيره مكان صندوق من اللي كان موجود في الساحة. صح؟ قدام عيون الناتبين وقدام وسائل الإعلام اللي موجودة دي كلها ده موضوع ان احنا نجمع اللجان في ساحات تمام ده هيسمح لنا بان احنا نفرز عدد كبير من الورق فنعمله تصميم مخصوص للفرز اللي هو الفرز الانشطاري ده لو على سكل لجنة صغيرة هيبقى صعب جدا هيبقى صعب جدا نتنفيذه اما على سكل عدد كبير من اللجان وفيه ورق كتير هيبقى ده أسرع بكتير من الطريقة العادية تمام التكسيف الامني وتفادي محاولات الشغب المطاقعة تأمين مثلا 130 او 300 ساحة في نفس الوقت شغالين اقوى بكتير من تأمين 10 الاف لجنة منه في العشوائيات وخلافه هتقى صعب جدا التأمان هيبقى فيه تقليص كبير جدا لاحتمالات الطعن لان بعد العملية الانتخابية ما تنتهيه زي ما احنا قلنا هتقى فيه طلعون كتير اما لو كل شيء تم قدام الناس من البداية لنهايب الزات بعد ما نشوف العملية الانتخابية دي هنلاقي ان تقريبا مفيش حد هنلاقي سبب يطعن فيه اساسي تمام القدرة على الانتخاب من العملية